اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عسليم ومراحب بكم الناس الكل ان شاء الله تكونوا في صحة وخير وعافية كيف ما تشوفوا اليوم ما جيتكم بروسيت ساهلة وخفيفة وابنينة والاهم من هذا الكل انها تكون اقتصادية نجا ما تكون فكرة للمجة الصغيرات ولا لفطور الصباح بكعبة عظم اكهو عملت اربعة شن كعبة كبكيك وإلا مافن كيف ما يسميوه برش عبيد الحاسينه المهم من هذا الكل اللي هي وصفة اقتصادية وخفيفة وخفيفة من داخل وبتتقرمش من بره مش نعتيكم السر كيفاش تجيكم هي بنينة وخفيفة وناجحة معاكم 100% وكيف ما قلت لكم الاهم من هذا الكل انها هي اقتصادية بكعبة واحدة عظم عملت لكم ديتها كبيرة نجمو كيف ما قلت لكم تعملوها لفطور الصباح وإلا للمجة للصغيرات انا حتيت فيها معجون من داخل وفهم اللي حتيت فيها مزيد الشوكولات وانتو ما على ذوقكم وعلى كيفكم كيف ما تحبو ان شاء الله تعجبكم الروسات وان شاء الله تجربوها ومتأكدة اللي باش تنجح معاكم مليون بالمية هيدو مكعبت اخرين اعودت كونتيتي اخرى كيف ما تشوفوا وهذا يعملتها بالكاكاو والفاني انت دا كيف 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 ما تشوفوا كيفاش كيفاش ترية وخفيفة خفيفة خفيفة ذوب ذوبين في الفون جيدكم بالحق هيدية يسمى افهار بالحق برشاني سبدا تخمم في فطور السباح وإلا في اللومجة الصغيرات نجم انت بكا بعظم تعمل كونتيتي كبيرة وما تتكلفش كيف ما تشوفوا مكونات اللي عنا اقتصاديين ما يتكلفوش برشا كا بعظم 140 جرام سكر رشا ملح سكر فاني وعنا غاديكا 240 جرام فارينة عنا 120 مليلتر حليق زيت و150 مليلتر حليب مغرفة خل ومش ناخو عليهم 12 جرام خمير قطو معناها اذا كان انت ساشي متاعك فيها 10 جرام مادد عليها شوية حتيت كيف ما تشوفوا كابة العظم حتيت عليها انا فاني لكيد متنجموا تعاوضوا بساشي فاني ومش نحط طوى السكر بشوية بشوية خاطر كيف ما تعرفوا العظم شوية لكي نقعد نزيد في السكر بشوية كل ما يضوب السكر هاذيكا ديجا كيف ما تشوفوا يعني نخدم بالفوية معنا ما يستحقش منها لبطر لتعب لجهد لحتى شاي في سعي يحضروا خفيف نضاف بالحق وبنا على بنا نقعد نضيف في السكر هاذيكا شوية وكل مرة نزيد شوية السكر حتى يولينا الخليط متاعنا اموجين نزلت عليها رشة الملح بالتبيعة هاذيكا لا ننسوا هاذيكا شوفتو الخليط متاعنا كيف هاش الهناء بياض وكا السكر متاعنا الكل بياض ذيب وطوى باش نزيد عليه الزيت كيف كيف بشوية بشوية ديجا تطلقاوا المقادير الكل همكتوبين في صندوق الوصف كيف العادة كملت وصبيت لهناء الزيت زيت نباتي وانتنجموا تعاوضوا الزيت بزبدة ذيبة انتو ما ولي ساعدكم دخلتك نزيد هذا كله في الخليط وطوى باش نزيد عليه الحليب الحليب راهم يقلق سوى ان كان بارد وإلا كان دافي مش سخون بالتبيعة بارد وإلا دافي خاطر ديجاة باش تشوفوا من بعد شنية الحاجة اللي باش تخلينا احنا الكابكيك متاعنا خفيف وبنين وذوب ذوبين في الفم ومن بلوس فيها كالقشرة من فوق هذي كالتتجرمش زيت عليهم من غرفة الخل هذي اللي باش تخلي هنا هشوش وخفيف وطوى باش نحط الفارينة الفارينة متنساوش باتباعة كيف ما نقولكم ديما الفارينة رانا نغربلوها انا قاعت لهنا نحط بشوية ونغربل فيها مئتين واربعين فارينة اخذت مني راي المقادير مضبوطة بالضبط لتنجموا تزيدوا ولتنقصوا عليها بالضبط بي في صورة ما انت تحب تعملها شوكولا معناها بالكاكاو نقص مغارفتين فارينة وتبدلهم بالكاكاو وديجا انا واردكم في اول الفيديو كيفاش اعمال لتزيدة كونتيتي اخرى بالكاكاو نفس المقادير بالضبط جس نقص زوز مغارف فارينة بدلتهم زوز مغارف كاكاو النقص نغارب الفكاكاة هذا كلها ويجب انتبع لقص الآن تنسى اللعظة ونكمل نخلطهم قادرت بتبعينا المول المترجل بي نضع الخليط وحضرت الكاس الكابكيك تنجموا تستعملوا اشخد لاحظ مرتبخ الكابكيك ابدو يبيعون في محلات المستلزمات الحلويات اضع الكيسين لانه يسقط الخليط قم إخبار إليه كيف تردون هنا كان يوما كبيرة من الخليط أضع الشوكولات لسأخذ الشوكولات اختار الشوكولات وتعضل ابقاء شوكولات فيهم شوية معجون ونجموا تخلوهم سامبل ما فيهم حتى شاية عندكم حرية الاختيار هيكيكا المهم تبعوا المقادير بالضبط والطريقة اللي بش نقلكم عليها والسر اللي بش يجيكم هو خفيف من داخل مولو وبنين تري من داخل ومن برا راو بش يجيكم يتجرمش طو كيف ما تشوفوا نقعد نزيد هيكيكا شوية اكهورة وخالف مش بش نزيد برشا ما نعبيه مش معناها للاخر للفوق بش من بعد كيت نفخه ما يفيضوش البره نكمل الكعبات اللي كيف ما تشوفوها كيكا ومن بعد السر اللي بش نقلكم عليه اللي طوى انا منيش بش ندخلها للفور معناها حاجة طبيعية الناس بكل تعرف اللي نكمل الكيك وإلى نكمل الكوب كيك وإلى اي حاجة نهزة ندخلها ديريكت للفور لانا طوى بش ندخلها للفرجيدير وبش نخليها ما بيندرجين وربع ساعة في الفرجيدير اي صحيح بش ندخلها في الفرجيدير نخليها تبرد في الفرجيدير مليح وإنا نخدم الفور على مياه وستين درجة النار من فوقه من اللوطة وما يخذوش منكم راهو ديجا برشا وقت في ساعة يحضروا في ساعة يتيبوا لهنا كيف ما تشوفو كعبة الكوب كيك متاعنا كيفاش تنفخوا تبرك الله ومشالله بالحق راهوهم خفيف خفيف يذوب وذوبين في الفم شالله تجربوها روسيتهم أنا متأكدة اللي بش تجربها رايبش تشعجبها وتولي معتمدة عندها مية بالمية لاني انا عندي شوية كريمة زبدة زي انت كيف ما تعرفوا صغيرات يحبوا هكيكا الحاجة كيف انها كيكا ديجا كريمة الزبدة عملتها معاكم مقبل عملت بها الرولي ذيكا سويسرا للشوكولات زي انت الكعبت هذوكم تنجموا تستغلوهم مرة تعملوهم حتى في منسبة متاع ايد ميليد حتى قلت لكم الفطور السباح حلو مجال الصغيرات حاجة سهلة وخفيفة واقتصادية الاهم من كل شي بش نحلو معاكم كعبة وتشوفوها قديشها خفيفة خفيفة من داخل بالحاقرة هي خفيفة برشا برشا وبنينها على الاخر وتأكدوا راني منجي بالكم روسيت الا ما نكون راني متأكدة منها مية في المية والي راهي حاجة ناجحة وكي تجربوها ما كمش بش تندمو عليها لتو كيفاش نقصها بالسكينة تبدأ فيها كالقشرة هذي كموفوق هي بستتجرمش ومن داخل تبدأ خفيفة وتريأ هذي كعبة الكبكيك متاعنا ريتوها كيفاش بنا على بنا هذي بالمعجون وفهم كعبة اخرين بالشوكولات وانتم تنجموها كيفما تحبو ولا تخلوها سامبل ما تحطو فيها حتى شاي انتم ما ولي ساعدكم ولي حبوه صغيراتكم هذو ما الكعبات الاخرين اللي قلت لكم كونتيتي اخر عملتها زادة بكعبة عظمراهي عملتلي 14 كعبة كبكيك اما انا لهنا راني خقسمت الخاليط على ثم نصف الخاليط زادته الكاكا والنصف الاخر معناه قبل ما نكمل انا نحط الفارينة لكلها جزت حتيت شوية فارينة بسمتها على اثنين حتيت في هذي كازوز مغارف والبقية حتيتهم الاخرين بني وطبا ببقى لكي مش نقلكم بس لي